عزوز وجد أفعى وفوقها حجرة أشفق عليها وساعدها عندما ساعدها قالت له الأفعى أنا حالفة أن من يساعدني سألدغه قال لها عزوز إن علي إبليس كيفاش أنا ساعدتك وأنت تريدين أن تلدغيني فقالت له سألدغك قال لها دعينا نسأل ثلاثة حيوانات ممن نجدهم في طريقنا إذا أعطوك الحق إلى دغيني مشوا قليلا فالتقوا بالبقرة حكوا لها القصة كاملة فأجابت البقرة إن الإنسان على قدر ما نعطيه الحليب ينكر الخير وفي الأخير يذبحني إلدغيه استمروا في المشي فوجدوا الحمار سألوه فقال لهما إن الإنسان على قدر ما أخدمه وأحمل قشه يقسى علي ويضربني إلدغيه واصلوا المشي والتقوا بحبيب نذيب سألوه فقال لهم أنا لا أصدق حتى تعيد تمثيل المشهد من جديد فتمددت الأفعى ثم وضع عليها عزوز الحجرة وقال للذئب هكذا وجدتها فقال له الذئب إذن أتركها كما وجدتها لتعرف قيمة ما فعلت نكارة الخير هذه ترجمة نانسي قنقر